مرحبا بكم متابعين اتمنى ان تكونوا بخير اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو سوف نرى وزير التعليم الجديد شاكيب بن موسى الذي كان سابقا في الداخلية ومر باستفارة باريز من الداخلية الى التعليم مرورا باستفارة باريز جميع المغاربة يتساءلون عن هذه الشخصية وكيف لها ان تكون وزيرا للتربية والتعليم بعد ما كانت في الداخلية او في استفارة باريز بالنسبة الجواب هو واضح وغنشوفو حاليا في هذا الفيديو شنو عمل السيد شاكيب بن موسى للتعليم قبل ما يترأس الوزارة كانت واحد اللجنة ديال النموذج التنموي الجديد اللي تكلف بها السيد هذا باش يعطي واحد تقرير في الاخير للمالكة نصره الله هالتقرير اللي تعطى للمالكة كيقول انه النظام التربوي او النظام التعليمي في المغرب يعاني من ازمة اولوها ازمة جودة التعلمات اللي كتمثل في عدم اسقان اغلبية تلاميذ المهارات الاساسية في القراءة والحساب والكتابة واللغات ثاني حاجة ازمة تقاة المغاربة ازداء المؤسسة التربية وهيئتها التعليمية وثالثا ازمة في مكانة المدرسة اللي مبقاش كتلعب دك الدور اللي كتلعبه قبل هو الارتقاء الاجتماعي التقرير ديال شاكيب بن موسى كان كيقول بانه التحول عميق للنظام التربوي لا يمكن بلوغه اي هدف من الاهداف تنموية للمغرب على مستوى ازدهار المواطنين والتماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي والادماج الترابي بمعنى ما كينش اصلاح ديال قطاع تعليم بلما يتحقق النموي وهد النموذج التنموي هو اللي غدي يقدموه وزير التعليم الجديد شاكيب بن موسى النموذج التنموي الجديد وكنتمنى وانه يكون عند حسن ظن المغاربة وان شاء الله فيديو اخر غدي نشوفو اول قرارات وزير التعليم كانتمنى تفعلو مع الفيديو والقناة وشكرا الى اللقاء